أعيز أعرف جسم الكلب ده فين عشان أدفعه التمن غالي أواعي اللي عمله أنا خلاص أموت وهشوفه قدامي عشان أطلع أروحه في إداية خلاص بقى انسى جاسم ده وخلينا نشوف حياتنا كل اللي عملته في حياتي ده كون واللي عمله في جاسم ده كون تاني خليه يتمنى المتبدة للمرة ألف أشوفه بس أشوفه فضل يا ستة جولي ما احنا مرناش غيرك بتعمل زي لالش البراني كده من المرمير جعلي تاني علش يا ستة هايدي كاريا دايما نتهزر معاك بتحبك معلش هي معزورة أنا بجرة تعبتها معايا أو هي ملهاش زمي لا ما بحبهاش غير شو بس أنا اللي حاسة أنا عاملة زي لالي صغيرة ومسؤولة مني وبعدين العملية عارفة أيوا سوك أنا مش قلتلك هواد حصلني باقولك ايه مزنوف الكابرية الزباين على ودني طمينين انتي عملتوا في المشكلة اللي عندوكم ولا حاج على حطة ايد اللي عارفين هنوضيها فين ولا عارفين هنعمل ايه باقولك ايه أنا عندي فكرة بهانومية ولهانم كده شكلها هتطول شوية باقولك ايه يولا كما ناخد ست الهن مدير ونسكينها في البنسيون اللي كانت ساكنة فيه البنت نوال قلتي ايه ايه؟ بنسيون؟ لا بسيون لا الحكومة هناك رجليها داخلها طالع عشان يتصمينوا على السكان وبنت الناس هناك داي ماينفعش تكون هناك أيوا صح خلبي يقولك ماينفعش بعد انت على هن قدام البنسيون دا كتعادة فيه اللي اسمها نوال يبقى كد مشموب اللي يتولع في قلب بدلة الرعس مطرح مايقاعدة قدر يا كريم طب انا بقى قلتي الموكنا الصح فيه؟ اقولك بقى فيه ده راكم ما ناخد ست الهنم ونسكينها مع نوال في شقة جديدة اللي عزوز جاب هلب بقولك ايه حيتني دي شقة مش عايز اقول لك ميه انا مش عادة في عند القوت بتاعتها ها قلتي ايه؟ بيقولك تقعد عند نوال ده نخنوحة كده بأدايق دول وافقر لها في الأرض عشان نتويها ولا اناش تقعد مع نوال طب تلاتة بالله العظيم الراجل اللي اسمه سوكا ده كلامه مصبوط المكان ده صح مالناس صالق احنا بكلفاتك مع نوال انت عندك حق هو انت عندك حل تاني يا كوريا؟ ااا معرفش اكيد في حل تاني اللي هو ايه؟ معرفش نفكر يبقى مش وقت لمشاكلك دلوقتي هاتي التليفون قالوه ايه يا سوكا هي نوال دي ساكنة فين؟ ااا زكستيكول ااا في شارع الهرب طب انت متأكد منها؟ مية المية المية طب بص بقى انت اقول لها ولو وفقت يعني يعتبر مكان جديد وبعد عن الشبهات وانا هكلم نوال بقى مش عايز اقولك بقى واحيات ربنا اقول ما تشوبك ستاخذك بالحض لا نوال دي كريمة اوي اوي يبقى انا خلاص هاروح لنوال يعني زناية معاك البلد كلها ملقتيش اللي مكان نوال؟ ماشا جولي بشوقك بس كده بقى جوريا باح او اخي مالها البت دي يا اهلا يا اهلا خطوة عزيزة منوراني يا ست جمالات لا دعاها اسمها هايدي هاني منواها يوه يقطعني اصلي واخدة على قديمه معلش مفيش مشكلة بس الشهادة لله انت برانسيسا اه انا قلبي قالي انك لا يمكن تكوني قريبة اللي ما تتسمى كوريا دي اهو الفرع اللي يجيب الصبارة الناشفة يجيب برضو الوردة المفتاحة دي هو لازمتها ايه بس لازمتها ايه نعيبه في كوريا هي مش موجودة معانا انا واحد الله جرى ايه عم شكري ما انت عارف ما بقبلهاش وبعدين بتفك مع ستة هنم بكلمتين يبقى بلاش ستة هنم والكلام ده اقوليلي هايدي على طول هايدي على طول طيب يختي بيتك ومطرحك وبعدين انا سوكا اكلمني وفهمني على كل حاجة وسوكا ده بقى وش الخرة علي وانا لا يمكن اقوله ابدا ابدا لقى في اي حاجة اه وبعدين انت حببتي وقفتي معايا وقفت السبع رجالة لما كان سلوما الناقص ده عايز يتجوزك علي وانت رفضتي وبعدين انا حلفت ان اللي يقف جنبي انا خدمته ليه بالدين منورني يا ستة هايدي يا صباح العكاوي يا صباح الكيب ده كدك هات يوت كرسي من عندك ايه تطلّى الغريبة دي عندي ليك مصلحة حلوة قاوة لو ليك شوق فيها لغيلك صاحبة وصاحبة ايه؟ الراجل تقيل 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 وبيلعب في ملعب ليه انت الحدية بتحدي في كاتيكيت بتحدي؟ لو فيها مصلحة بتحدي ولولني مش حبك ماشي ايه المصلحة؟ عكارات الجو بتاعي ايه العبارة كدك؟ العبارة في العمارة اسمها انا عرف واحد اسمه لحد عرفه بيبني عمارة 11 دور على ثلاث نواصي واجهة ثلاث نواصي؟ ربنا يزيدوا انا هنطّقك يا سلومة وربنا لنطّق انا هدخلك معا وهو معانا ستييلة برضا شوف هتقدر تدفع كاب واللي هتدفعه هتاخده ثلاثة في ظرف كم شهر ايوة بس انا الجنيه اللي معاي على قده ودول نازغي ليه؟ لا ما تقلقش انا ليه دلال عليه قوي بس انا حينبني من المصلحة دي خمس بواكل امين؟ هم باكوا واحد والسلام عليكم ورحمة الله بطلنا تانا سلومة اوه اخرك معايا تلت بواكل هم خمسة يا ما المصلحة هترسع على حد تاني قلت ايه؟ خلاص خمسة خمسة ماشي يا كبتك يا سادة ده انت الجنيه اللي يطلع منك إخواته يدعول مالك يا اختي مالك بس فيك ايه؟ شايفها يا خالتي؟ شايفها اللي بتفدي عليها ازاينا وانت؟ بقينا قاعدين زي اردقاتها لوحدنا وامي راحت وكبتكي راحت وخلي ماله في حاله ده حتى جول جولي بعتنا واشترت عدوتنا خلاص مش هنشوفها تاني يا بنتي قطعت قلبي يا حبيبتي خلاص بقى خلاص اسمعي انا بحبك انا مش هسيبك ابدا تعالي بقى تعالي عودي عليك بسم الله عليك يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي متخفيش انا معاكي مش هسيبك ابدا يلا تحكي بقى تحكي بقى ايه اختي بقى يا الله وده ايه ده ده مفتاح البيت وده مفتاح التلاج طب فيه بقى مفتاح النملية يوه النملية ملهاش مفتاح تبقى الله ميه طيب خلاص في ايه انتني اعتارت ايه ده انجري قدامي لا انجري فيه هتوه 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 ايه انا مانش حاجة يا بيه انا مانش حاجة عشان انا مانش حاجة عشان طب انا عباس ايه طيب طب انت هم اقول لي مانش حاجة تقضل وحد يا سوق تكلمي تكلمي خليش روفنا اصدق وحد يلا ما تتعبش نفسك انا ولا انا هقوم اساعدك والنبي ابدا دبتي سبت الهوانم الله انشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى اللي اسمها كوريا هي كانت بتعملك ازاي وانا بعملك ازاي مرسي تا انا هدخل استخد بجهور طب يا اختي مرد الوقت عزوز صباح المسع على نجمة مصر الاولى وفاتلة الجماهير اهلا يا خويا امورني الله 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 من عالباب كده يا ناني مفيش تفضل يا زيزو لا مؤخذة يا زيزو ما انت عارف يا خويا حرمة وقعدة الوحدي يعني ما قدرش ادخل رجالة الله الله هم فين رجالة دول ده انا زيزو ما تأخذنيش يا زيزو الله 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 الطبق طبقين والكوباية اتنين والكل الاحبة اتنين اتنين ده احنا واضح ان عندنا ضيوف بقى ضيوف مين يا خويا ده انا كنت بحضر اكل الله اه خدوهم بالصوت ما اجيب الشاقة وادفع وكلف واصرف وغير يجي الضايف لا يا حبيبتي الكلام ده باكلش عيش معايا يا ناني هوا عمد واشي خليش اشوف من دوه يلا اوعي تعالوا هنا يا رجاليني اقولك هوا عمد واشي خليش اشوف من دوه مين اوعي قل 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 ودي تطلع مين دي بقى ان شاء الله انا بنت خليتها وبعدين انت ازاي تسمح لنفسك تتهجم علينا واخنا ستات لوحدنا ما تقولي لها اللي عاديل لوحديكو يا حلو انا بقى مين لا مين ولا الملمين يا خويا مش كل التر يا حبيبي انا راقضة بس بشرفي اوعي تكون فاكرني من اياهم هتخدلي الشقة فتقدت تتنططلي بقى فيها بول شوية لا يا حبيبي وبعد العاملة دي فهيتلف الشقة على المحل على اي حاجة تسيجي من وشك ويلا بقى وريني لمؤخصة عرض اكتافك الله 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 ايه يا ناني جرى يا حبيبي ليه 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 بس الزرزرة دي ولليه العصبية دي استاهدي بالله يا جميل شوية الله يلا يا خويا يا حبيبي يا حبيبي تاهدي بس انا هنزل اهو لينا كباريه اللي قصدي لينا بتي يلا انت بس ما تاهدي يا هناني الله قلتلك ااهدي مش كدة يا عبا مع السلام جات كل هام صنف مني الا ما فيكو واحد عادر يحت انت قاعدة مكتومة كاتمة الكحكي ليه هو انا نقصة يا عم يا ربي بس يا قوليي بس خرسي بس يا مام ارقش بس يا مام ارقش انا بكو ارقش عليكي مالك يا امام ابيبيل بس خالدي صندس يا أمام قول لهم ما تسكت قولها تسكت لحسن بعدنا اه 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 افاش فيش نماغ اللي جابوها بقول لكم ايه انا مش عارف انام نوك ولا ايه ايه اللي بتلعابي بقك فيه ده خلي تلعابي بقك انت كمان لا خلق خلاص معدش فيه بقول لكم ايه انا صدقت اخش انام جوه ايه الصداع اللي انا فيه ده اوه ايه يا والد انت ايه ما عادك فوزت النسوان الله امت عليك حيطة يا بعيد يا بايا عليكم انتو الاتنين يا بايا يا رابي يا بايا يا رابي يا بايا انا قلتلك قلتلك يا ابن الفقرية نمشي من هنا من بكر الصدح تجيبليشها يا والا العمر مش معتها يا والا يا خلق ابي اعنايا خلاص خلاص يا بايا يا خلق ابي بكرا اجيبك شاعة في الفورتن في سيزيزي ومبله يا بتاع سلام يا اخويا يا رب بيو حيبت عليك يا بتتحكي علي يا وليش يا رب تموتي عشان خاطر يا يا ابو الطالب فيه كوريا ديه بنت جلبانة ضيعت قبلك ده سنة من عمرها في السجن في جضاية ملهاش لازمة ولا يعني عشان طلعي تجدع مع الستة هايدي بنت سيادتك تقوم تترمي في الحج مع الجطائين الطرج والحرمية ربنا يخليكوا طولنا في عمرك ببنت غالبان ياسطى شكري ما تخافش كوريا معلهاش أي حاجة أنا حابعت لها محامي النهاردة يطلحها تلاقي الزبط بس كان بيضغط عليها شوية عشان تعترف بمكان هايدي وبعدين هو ما قبطش على هايدي عندها عشان يثبتناها كانت تستطر عليه ما خلاص بقى يا عم شكري خلاص يا عم شكري قالك ما عليهااش حاجة يا عم شكري يا باش مهندس دول مش مستنين يثبتوا حالة دي ناس يدها الطيلة أنا كل اللي بيجن دلوقت كوريا بنتختي زمنها جاعدة كيف الطفلة صغيرة مزعورة فصة على طويل الإجرام بقى انتوا بتكاتلوا علايا روح خالتك من نكليها بقول لكم ايه اللي فيك وراحة سكن العناطر تبا تسأل علايا هناك دول كوريا عبقاتش وهم عرفوها كويس هنا مين ولا فيكم مش راحة أول ما تخرج من أنا وتدوس على أسفلتك كده ده بقت تشاهد ان ربنا نجابت تحت إيج جادكو ستتشين نين كوريا عبدالعاط نعم تعالي ماشي أنا خارجة همم على الاسم ورجعلكو تاني لو لقيت واحدة بس لفت ورشها كده هو اللي قعدت هشقلان هخلي إدها تحت كده ورجلها فوق ماشي جادكو القرف بعتلك محامي اللي ما عرف بنا قلبه مرتاحة باشا لو عايز أحبسك ورحلك عالنيابة دلوقتي ححبسك والنيابة بقى تبقى تتصرف في موضوع التسطر ده لكن أنا حخراجك دلوقتي واعتبر اللي حصل ده قرصة ودي لكن لو ما جتليش من نفسك وقلتلي هاي دي فين لمصلحياتها ولمصلحتك اقسملك بالله لكون قابض عليها مرحل كنتو الاثنين في كلابش واحد ونعمة بالله باشا شكري ألف شكري السلام عليكم يا باشا ان رائبت الحارة كلها والطق قصت هاي ده ابو طالب عامل نفسها راجع من الخليج واسمها جمالات وانها بنت خلت بنت كوافيرة اسمها كوريا وهاي ده لما واخذة كانت فتحة يعني محل أم صان لوم وحاجات زي كده باشا وعلاق بي اللي كان بيحميها بس يا باشا كانت مش هيبر الجالة المنطقة كلهم معلمين وسوئين تكاتك وجزارين حتى شيخ الجامع كان عايز يتجوزك مممممممممممممممممممممممممممممم ومي لسه علي اتصال بيه أكيد علاق بيه وشك linedevlü عشان كيده آبت على البيتكم كوريا وحبازها خايف لا ترتش بالكلام وحد يعرف مكان هايدي بعد ما أهربها من المنطقة بت إكتل انت على الله رجع عيناك وتبلغني أول ما اللي اسمها كوريا دي تخلك ؟ maison عايش يا عليك ايو دكتور نادل بأقول لحضرتك إيه انا مكسوفة منك جدا يا نوال يعني انت النهاردة منزلتيش الشغل بسببي وكمان عملتلك مشاكل وقلق كتير يا اغتي راحة وانا عملت الصحة مع الزوزة عشانا قهرابه وبعدين انا حالفة عمل لك الخد ده زاد والخد ده مية اه عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى ولا تتعاشر اللي اسمها كوريا حرام عليكي كوريا دي جدعة وطيبة وانتي برضو شكلك جدعة وطيبة يعني انا حاسة ان انتو لولى المشاكل الصغيرة اللي كانت ما بينكو بتاعت الشقة وابراهيم كان زمانكو بقيتو اعز صحاب اصحاب مين يا سات ده لو القط تولف عالفار انا وهي المؤخزة لايمكن نولف على بعض قابد طب انا كنت عايزة اطلب منك يعني طلب صغير يا اغتي اموري ينفع يعني استعمل موبايلك لازم اتكلم بابي اي اغتي اتفضلي يا اغتي اتفضل ميرسي بصي هو انا معايا موبايل بس ما ينفعش اتكلم من الخط اللي في لازم اجيب خط جديد يا اغتي انزل اشتريه لك هو موال بس استخدمي داي اغتي براحتك ميرسي بابي حبيبي يا بابي وحشتني جدا 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 اهلا انا هايدي اهلا حبيب تتسيب وحشان امور انا نفسي اجي ابص عليك بلاش ديارات يا بابي يعني اصل انا مش عايزة دايق نوالي تدايقيني دا ايه يا اغتي دابتك وما تراحك تجيبي فيه اللي انت عايزات شكرا ميرسي اه يا بابي نادر مخلي باله من كل حاجة وعمل شغل في القضي بس الوات الزبت دا الاسم علاق طلع مش كويس صواري ابض على كوريا ايه انت بتقول ايه ابض على كوريا بس طلعناها بت غلبانة وجدعة اوى 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 ما جبتش سيرت اي حاجة عنك حبيبتي يا كوريا وحشاني قوي نفسي اشوفها هي وصندس طب بص يا بابي انا عايزة دينا تجيلي هنا وتجيبلي معاها هدوم جديدة وتجيبلي كمان ايباد بدل لتحرق في المحل دا حاضر طب هو عامل ايه؟ هو مين؟ علاء تاني علاء قلبك دا كده على طول ماشي بيكي غلط مش عارف اعمل ايه ربانا بنتي بعيدوا عنك وما يوقعكيش في حد واحدش تاني ابدا تعال تعال يا معلم السلام عليكم عليكم السلام ابراهيم ذاك حاجة عرفة الحمد لله دا المعلم سلوه مجرنب حاجة عرفة بسم الله ما شاء الله باني عشرين عمارة ومشارك على قدهم يا اهلا وسهلا قد كراس يولد وعمل شاي بسم الله ما شاء الله انا باعاذ الراجل اللي في العقران بالضبط زي وزي الراجل اللي في الستان خير ابراهيم خير ان شاء الله حاجة المعلم كان معه مئة ألف جنيه كان عايدي يخش معاك بيهم في العمارة دي يعني ياخد شقة بيهم ولا ايه لا شقة ايه هو كان عايدي يخش في فلوس البونة والحاجات دي ويبقى يطلع له بمصلحة وقت بيع الشقة مئة ألف ايه اللي يخش بيهم دول هو ليع بعياله انا اجل مبلغ باشارك بيه نص مليون سلع النبي بات سعج الله اعتبر المئة ألف جنيه دول عربون محبة وان شاء الله يبقى فيه شغل تاني ومفلوس تزيد احنا الرعبة من بعد فين يا ريت والله لو عاود شجهات المئة ألف اللي معاك وانا جسطلك البابة يعني داخل الكلام هم معلم؟ داخل الكلام معلم طب معلش بقى معلم سلومة يعني خرف غيرها ان شاء الله اصدار مفيش نصيب يلا السلام عليكم يا حاجة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عارفهيمة لو العمارة دي طلعت 11 طور هتتكلف بالأرض في حوالي مليون ومتين ألف وهيبيعهم بتلاتة مليون وانا لو خشيت بمئة ألف ان شاء الله هطلع بمتين ألف في كذا يوم خلاص ده خرف غيرها معلم ما لكش نصيب ما لكش هيقرص عليه شوية يمكن يوافق ساعاتها هتديلك الخمس مواكي اللي لازمينك لا ومش هيوافق انا عارفه لا مش هيوافق عشان خاطر بس طب بص انا ايه هحاول معاي كده ويعني هشوف ميوتو ايه وابا اقولك بس هو مش هيوافق انا عارفه بس انا هحاول معاي هلو هلو ايوا مين معاي ايه ده مش عارفة صوتي لا اختي مش عارفة صوتك مين معاي طيب طيب بالراحة انا جولي جولي خليت نوال جابتلي نمرة جديدة وقلت لازم اتكلمك انتي اول وحدة ها 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 ده بمرت ان شاء الله تم انبقية أهلك او أكتر من اهلي ايوا صح بمرت مسكتين ويروح تقعدت عند عدوتي هنعليك العش والملح دي نوال بتحبك قوي دي حتى قالتلي إن نولا المشاكل الصغيرة كان زمانك وبقيته أكتر من الإخوات عند حالك تتكلميها؟ ياخي كلمها عزراء أنت ومقبلها مستعجل بقول لك إيه إخلاص يقول لي عاوزة إيه طيب خلاص سيبينا من سيرة نوال بابي قال لي إن علاق قبض عليك وخرجك ده حقيقي وانت عايزة يبقى إن شاء الله عايزة تطميني عايزة زيبت العلاقة بتاعك والعايزة إيه في إيه يا بنت أنا عايزة تطمين عليك وليلي عاملة إيه في البيت والشغل وكده دا يا غتي تطميني البيت بيقع وقفلت المحل وقعدة مرزوها زي إرد قطع بالزبط ليك يشوفوا حاجة تاني؟ قفلتي ليه؟ معادش جايب جهربته وخلاص معادش عندي خلق أناهد مع الناس وان عالجنيوة الاتنين ويرتهم بيجو يلا إن شاء الله الأمور تتحسن طب منيني بقى على صندس وحشاني قوي صندس؟ صندس ربنا يتولاها بقى قطع الأكل والشرب أهرى نفسها من العياط ما بتنبشي اللي على فرشتك يا ربي طب أنا نفسي أشوفها دي وحشاني قوي بصي أنا هبعط لك العنوان في رسالة هاتيها وتعالي على هنا اتشتها طالت يا بيت صندس مين أجيبها عند نواي أنا عدي على بيت المقطوعة دي يا خي عدي عليها قطر البعيد اسمعيني بس نوال بتروح كل يوم الكباري الساعة السبعة وبترجع بالليل متأخر انتي هاتيها هنا وارجعي خديها قبل ما نوال ترجع بس خلي بالك من المرأبة بقولك إيه يا أختي أنا مش الفلبنية لجابها لك عمك شكر ارحم نفسك تأمين وبعد أنت علي هنا انتي اللي اخترت تعودي عند الوطية دي يبقى خلاص ما تجيش بعد الوقت تعمليلي فعل قلب الطيب وتقوليلي انت وحشاني واشوف صندس وجودة أنا صاهم سلاة سيادتك دي صور المستندات اللي بتدل على ملكية موكلتي كل الأصول اللي موضوع تحت تتصرف البنك كضمان للقارد ما دي عندنا ولا فيه مورة جديدة الحقيقة أنا عايز أزبط بيهم ان البنك علشان يطلع القارد قام بتقييم الأصول بطريقة طبيعية جدا وروتينية مفيش أي تدليس مفيش أي اتفاق جنائي بين موكلتي وبين موظف البنك اللي يستلع على قيمة القارد تمام سيادتك ده طلب بتشكيل لجنة من خبراء التسمين لعادة تقييم الأصول بالقيمة الحقيقية بتاعتها وعايزيني أضم التقرير ده على تقرير لجنة الرقابة على البنوك بالقيمة الحقيقية للقارد الكلام ده طبعا سيادتك لتحديد القيمة الحقيقية المتنازع عليها بين موكلتي وبين البنك ويكون التعامل بنائنا على الرقم ده مش بنائنا على 50 مليون دولار بالراحة بالراحة والله بالراحة هو طيب سويني سويني احنا خلصنا كده خلص يلو معلش يا حبيب يستحمل شوية بس خلاصي يلو اه 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 ايه اه 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 خلصنا بس يلو اه اه انا ما سألتش نفسك انا كواد عنا ليه متمسك بك لغاية دلوقتي وانا مسافر خبتك معايا ولو كنت سيبتك من كنتش أخصر اي حاجة طب ليه عشان فيك ميزات كتيرة قوي ميزات الراجل الصاحب بس ست وكل ميزات الزوجة بس من غير مسؤولية وتعرفي تبقى مديرة اعمال شطرة قوي تعملي اي حاجة في اي حاجة من غير ما تعترضي بس يبقى راجل غابي اللي يسيب واحدة زيك بس على فكرة في ميزة مهمة جدا انت نسيت تقولها ايه ان انا بحبك جدا وبعدين انا بحبك اكتر من عيدي واكتر من اي ست انت عرفتها قبل كده انت بتحب نفسك وبتحب الفلوس اكتر من اي حد في الدنيا اه دي حقيقة مبصديش كده وشخصيتك دي ما تعرفش تعيشها لما احد زي اما موضوع بتحبيني ده فوسعت منك شوية ولا العظيم يا حبيبي انا بحبك بجد وبعدين انت لو طلبت مني ان احنا نتجوز دلوقتي انا حسيب العالم ده كله عشانك وحعيش خدامها تحت رجليك ما انت عايش وكل ده حاصل من غير جواز ولا نيلة الله ولا هو هم وخلاص اه 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 موسوكا موسوكا نا ما أقول لك يا الله خليك أنا مش نفايني الشور لده شور لي يعني السيدة إنه أولد تيجي وتحضر كده وتغيب بمزاجها إن شاء الله؟ ونبله يا أخوي هو أنا كنت خلفتها ونستها ولا كنت خلفتها ونستها وبعدين أنت اللي غلطات أيوانت اللي غلطات مين أقول دمك أهوب هل تعرف أنا لو طلعت على الفيست بتاعك ده هو ودبت دبتين وهزيت هزيتين ونبله أعمل لك زلزال خمسة ريختر محترم بس السيدة جيب بدلة الرأس معايا بس ألفل يا قدارة هلا أنا طعون إزاي ألا السيدة الناني أو الراكسة الفيرجن بتاعتنا لسه ما جاتش؟ شميع أنا أنا طعون إنت ناس يا مديري إنها هي مكايبي ولو في أي قلق أو حزازيات هتبقى فويش؟ لا مفيش قلق ولا حاجة وأنت ليش نفسك والتي هي يا حزازيات وأنت بس نشوف شغلك وخليناك عزبان كويس جرائه يا ودي يا طعون تعال هيت إنت يا أخوي عملت استطف العكارة ولا إيه بالزعب؟ صدقي بقى إن أنا اللي عناية بتبكي عليكي بعكارة عشان خاطر الظلم دا يا سيدة ومسوكا إتعافة كويس إن تعطع قلبك ديه يا روح كدك أقطعنا بنتسوي يا ولا روح روح اكل يسلمني حلوة لسانك عن إذنك يا طريق طالد يا طولد فإنت يا أخوي أنت راق في إيه؟ إنت كل يوم الثاني ملأ أحجبتتك عليها مهي بترقصوا وبتهزوا وبتجيب لك فلوس زي الرز هنا وهنا 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 إيه؟ من شار طلع واكل نازل واكل مما جميع أو كده يا باي عليك؟ يا سيدي لا لاكل ولا هنشرب ولا مما جميعهم خلاص بطلنا اللي عطلنا يا مسوكا بقولك إيه؟ الله يخليك عايزك أنت مسوكا تكلموها لي ولولها بقى تنزل للشغل الله يخليك من بكرة عشان خاطمي خليها تنزل للشغل عشان نخرص خلاص خلاص ما إحنا ما وقرناش حاجة غير إن إحنا نلم ورا النسوات تحتاجكahžني في الحوجة تحسmelon تحسNick شك يا سريحETH شك ربنا خليكوا رجال جاه عجه عرف يا بكلام بايش يا كتنه خد يا سوكا آعوز يا ابن عم يا ابن عمي ده مش كهاري بقولك اه انت عارفنا كنتم مكسب من في الكبده عشر ريه كل يوم الله ما صلى على النبي دلوقتي مكسب كل يوم كام خمسمائة جنيه من الآخر يا ابن عمي أنا أمي دعيالي وربنا رضي عني ومن الآخر كده يا ابن عمي أنت عارف أنا من صغري وأنا موهبة اشتع يا فنات وأنا قد يا سوكا إيلك بالأول أنها هتلعب ناصل كنت مزنوفة قرشين كده فقلت أبيها العربية عشان أفك زنيتي تومورني يا صاحبي من جنيه الألف لا يا عمي أمر لله يا سوكا خلي ألفي إيه ده أنا محتاج فلوس كتير قوي بس أنا مسافر سفرية كده بس أوعي تجيب سيرة لحظ أوعي أه أوعي أه السفرية دي بقى محتاج أحوارات وأساتك وكلام منك كلك إيه يعني سافر ويسيب بطن البقرة جد أنا مسافر سفرية هترجعني أشتري بطن البقرة باللي فيها هتبقول لك يا صاحبي إيه خد دول بس خلوهم معاك يمسك بس كده لا خلوهم يا سوكا أنت بقت ليك محتاجهم ولا حاجة يا جدع أنت خيرك علي يا جدع خب بس ينفعوك في السفر لا مش هيجيلي قلب أسوكا كده أمشي بيوم وإنت محتاجهم مش هيجيلي خلاص بقى أنت حور سلام عليكم خد يلا إيه يا صاحبي هات الفلوس خد يلا غوه ناذر علم الدين محامي هايدي أبو طالب أهلا وسهلا أفضل أنا عارف في متأكد أنك مستغرب جدا من الزيارة بس أنا عرفت أنك لحد الوقت ما تكلمتش ولا بلغت بشكل رسمي عن أنك تعرف مكان هايدي وبعدين؟ ده معنى أنك مؤمن ببرايتها زينا ومعنى كمان أنها كانت صح جدا لما قعدت معاك بنفسها وتكلمت معاك على كل حاجة وده معنى أن حادتك متسطرة عليها وعارف مكانها وجاي لزابة شرطة جوا الإسم بتاعه وتقوله عايزة تكلم معاك بخصوص واحدة هربانة منك خالص مين قالك أن أنا عارف أي حاجة عن مكان هايدي بعدين ومش حضرتك رحت وقعدت وتكلمت مع أبو ظالب بيه وحلق بيه تعال نحاول ما ننساش أن هايدي هربانة بس بريئة والله أنا مش قادة عشان أحكم عليها أنا وظفتي أن أوديها للقادة عشان يقول هي بريئة ولا لا؟ كلامك مظبوط بس للأسف توقيت وقوف هايدي قدام القاضي هو ده اللي حيحدد برايتها من عدمه يعني؟ يعني هايدي ممكن تقف قدام القاضي دلوقتي حالاً وحيوحكم عليها بالإدامة ظلم ممكن تديها شوية وقت ونقدر نسبة برايتها تجايت إقناني أنها تسطر على متهمة هربانة؟ أنا بس عايز أشرح لك المواقف وعايز أقول لك على حاجتين مهمين أوي أول حاجة إن في كل الأحوال شغلك بعيد تماماً على العضية ولو قدت لنا شوية وقت عشان نقدر نسبة برايت هايدي تبقى خدمتها خدمة عمرها طب الحاجة التانية؟ الحاجة التانية بتهيالي إنك لازم تاخد بالك وايس جداً الفترة دي إن في ياسر بيه عبد الحق بيرقبك تريباً 24 ساعة في اليوم ياسر؟ يريبنانا؟ تسطر أنا يا جواني حبيبة قلبي سديك وتاسي بفكر فيتي وربنا وحشاني وإنت جمال ما حاشتيني قوي طب إنت بتروح لماما بتتطمن عليها؟ طبعاً ده أنا بروح لها كل يوم يا ناجوان ضمك دي زي يومي بالزبط طب إنت عامل إيه وحتيجي إمت؟ أنا عامل الصح قدمت على فيزا وقعد بضبر في القرشنات بس إنت عارفة بقى الدنيا صعبة طلبين رصيد بنك وجواب من الشغل وحاجات كتيرة كده بس أنا شغال ما تقلقيش يعني ياه؟ إنت شكلك كده هتتأخر والنبي إبراهيم حاول تعمل حاجات دي كلها بسرعة ده عايب عليك أنا موصي واحد شغال في شركة بتروح هيجاب لي جواب إن أنا شغال في الشركة والفلوسة دينا ههو بجمع حتة من هنا على حتة من هنا ما تقلقيش أنت بس شوية وحتليني قدامك طب والنبي إبراهيم بسرعة عشان أنا بقيت خايفة من مروان بعد اللي جاسم عمله فيه ما بقاش طبيعي خالص وأنا خايفة ليتهور وياك من حاجة يورطني معاه فأسرع وقت والنعم بس إنت يا عالي كده نجوان نجوان إوعي تشككي في أي حاجة عشان لما يجي الشغل يبقى على النظافة نفسهم ربنا يا كريمنا كده أخلي في خمس بناتك ون أمامير زيك وسموهم هاجر كلهم يا سلام بقى وأتعرفهم من بعض إزاي إن شاء الله بسيطة هاجر رقم اتنين تيجي هاجر رقم ثلاثة هاجر رقم أربعة هاجر رقم خمسة بسيطة أم الفين هاجر رقم واحد إنت طبعا رقم واحد إنت أحسن هاجر في مصر تقولك إيه اشتاخدوا لي بقى معاد من أخوك عشان أجلكو اسكت بقى يا سوكا أنا فوز أصلا ما بيكلمنيش من ساعة ما هيدي مشت من عندي أنا السببب طبعا أنا اللي عملت كل ده وطبعا هاجت لكم البيت خربت الدنيا أنا آسف هاجر انا يا سوكا انت ملكش زم بس أنا حزز في نفسي كده إن هو ما تكبرنيش يعني قدام ضفتي بقولك إيه سيبك من الزعل مش أنا أكلمت أمي خلاص بجد؟ ما دي بس المهم وهنعزم الحارة وهنجيلك قريب وهغنيلك أحل أغنية من الحتة ديت هتغنيلي هغنيلك نفسي أتجوز أربعة أربعة في عينة أصلي هتجوز 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 أنا خلاص هتجوز و هبطل أبص على البنات ترى تبص على البنات لا لا أبص على يعني ممكن يكون فيه ستات مية هقتلك نحبك صباح الخير صباح النور من فضلك عايز أقابل أنيسة سارة عبدالواحد لا لسه مش مصطح لها بالزيارات خالص والزيارة للقريب من درجة الأولى أو لشخص اللي وصلها للمساحة أنا لو وصلتها للمساحة طيب حديتك إحنا عندنا رقم تليفونك هنتسل بيك أول ما يكون ما أسمح لها بالزيارة طب من فضلك ممكن تديها الوردة قولي لها من دكتور نادر حاضر يا دكتور بسيطة متشكرة بسيطة يامسوكا أنت ياما هتجي ياما وألمشي يا ولاة استنى عليها لماليمة شوية الرفايع دول الرفايع ياما بقولك إيه الشقة فيها كل حاجة خلصيني بقى يوهاد شوية الرفايع دول ما يهونوش علي دول ذكرياتي وحياتي كلها شيل شيك ايه ليه ياما احنا مسافرين البلد ياما إيه اللي انت جايبها ده بس يا بايا عليك ياما يا أخي سوكا يا عم الشيخ خلاص نويتم المغادرة آه يا عم الشيخ مغادرين ان شاء الله خد يا واه والله ولا كنا نويين نغادر ولا حاجة يا سيدنا الشيخ هو احنا حلتنا حاجة بس هنعمل ايه بقى البيت المدعوة دهو كان هيقع على دماغنا إنما أنا نفسي ومنعاني كنت تعود في الحتة كلها لحد ما يودوني القبر يا أخويا مها برضو الحرص واجب يا مسوكا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ما احنا بقى نغادر يا عم الشيخ عشان التهلكة اللي انت في تقول عليها دي والنبي هتطاع بنا يا مسوكا زي بالظبطة ما قطعت بنا لما بطلت بقى الفجل والجرجير مالوياخت الفجل والجرجير بقى إن شاء الله بقى بتاعت الفجل والجرجير ده هيه ربط راجل زي الفل نجم من نجوم السماء العالية وعندنا عربية ولا يحني يا حبيبتي بيت يشرحي النفس مش بيتكو المدعوع اللي إن شاء الله إن شاء الله هيندبت على دمككو ده كان ده كان ما دوكك يا ولاي يا ولاي انت بسالك هيفضل بتبري منك كده وانا شفت حاجة من الحردي عدلة بس اعمل ايه؟ قلبي قلبي اللي عاوز يتقطع ما بتهنش علي يا لاشرق هو انا بنت حرامي يا بيتي والنبي هتوحشين يا مسوك والنبي هتوحشينك مش بسيك يا أختي بقى ده بيتك تجي في أي وقت يا أختي حاضر يا سوكا وانت خلي بالك من أمه لو إنها تخرب بلد بحل حبيبتي ولا تروح إجري هتقولي تقوم معاشور بسرعة وقت زكرات قولة لياما دلوقتي إجري يا واد هتقولي يا ولا ما تنرفسنيش سلام عليك يا أمه يلا يا واد حبيبتي يا قولة سلام عليكم يا خسوكا سلام عليكم شيخ خليك انترف التحرك يا بعمل شيخ سلام عليكم شيخ سلام سلام يا سوكا بخلي بالك من الأسقي يا جبعة خلي بالك من أمه ناشحة عباية عفية يا يا قريب JON هبقى جينكم هبقى جينكم أتسلام يا حبيب سلام عليكم أسرح يا والأسرح يا والأنتي سلام عليكم يوم أم هوليها ألم صحيح غور أوليها من هنا غور أوليها من هنا المركب المتود مية بالتمام والتمال والله يا أخي سلوما أنا أخدتهم بس عشان خاضرك بداكي وعايزك تعرف ان انا عمري مشاركت بقى جل من نص مليون طب نبريك لينا فيك يا حاج يخليك لينا يا كبداكي اتمن واحدة واحدة هتجيني الداخل عليك بالنص مليون ومن مليون كمان دول نسختين من عقد المشاركة مضلنا عليهم هنا يا معلم سلومة عمضي ده ايه؟ انا ببصم قبل ما تبصم حسنتي نعم نعم ايه حسنتي ايه مثل انا المعلم سلومة ايه المعلم سلومة ده انت معلم على نص المنطقة في الفلوس حسنتي صدقني ايه صد عين لا يبقى خلاص خد يا حاج العقل بتاعي بس مش كتصار فيك هات هات الف مبروك يا معلم سلومة الف الف مبروك انت ابن حلال ولسه يا ما حتشوف قبصم بالله معلش والله يا بهوات انا متأخرة قوي المدير هاريني تليفونات اصل الصلاة ما تشتغلش من غيري بصوار سيبت منهم ده مفيش غيري ايه المركز وظيفة ميري انا بطالب بطالب كل حاجة احلل احلل يا بيش بابي معلش بس احنا مش عايزين نعطل نوال عن شكرا ربنا ينجح مجال ربنا ينجح مجال ربنا ينجح مجالك ان شاء الله ويرسوق جبول هذه الحلال طب بيتكو بقى ومطرحكو سلام متشاكرين قوي يا نوال اقعد يا بابي تفضل يا حبيبي انا بتقول ايه انه مفيش حل غير الفلوس دي هازم ترجع انتو بتقولوا ايه استحال ان مروان يرجع الفلوس باي شكل الفلوس دي ممكن اخدها منه بالقوة او ترجع بالحيلة حيلة يعني كيف يعني ايه جزك بالاشتغالة يا اخوانا ده تعبان مش هنعرف ناخد حاجة منه تعبان اه بس عنده نقطة ضعف الستات والفلوس لو الاثنين ندمروا في بعض في واحدة ستة حلوة قوي وغنية جدا ممكن توقعوا بس اهم حاجة نعرف حلوان في اليونان انا شخصيا ما عيش فلوس والراجل ابو ناجوان ده زبالة وبيتكلم بالملايين ايوه بس الكلام ده كان الاول ناجوان دلوقتي في مصر بعد مروان ما نصب عليها لو قدرتوا تروحوا لها وتقنعوها انكوا لو لقيتوا مروان ده هتنتقموا منه ممكن جدا تسحبهم طيب عن اذنكوا بقى انا ونادر هنروح للشركة هنشوف الموظفين والمحامي اللي جايبين ونرافع قضية ضدنا ده نخلص الحكاية دي وبعدين نرجع نشوف موضوع مروان حد مستنى حد؟